اشتركوا في القناة شاكرا جلالته الدعوة الكريمة التي تمثل العلاقات المتميزة والتاريخية واستعرض الجانبان مسر العلاقات التاريخية الراسخة والتي تشهد المزيد من النماء والتقدم في جميع الميادين وجهود البلدين في تعزيز التنسيق وتعاونهم الاستراتيجي حول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة وأكد حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير أليات التنسيق بين البلدين الشقيقين وأشهد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بمشروع الجسر الملك حمد الذي سيربط من المملكتين والذي يشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضريبة في جذور وأعماق التاريخ وامتدادا لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين كما أكد جلالته خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنمية هذه المنظومة التخليجية وتعميق روابط التعاون والأخوة بين الأشقاء لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها وتداعياتها على الأمن والاستقرار إلى جانب تبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك هذا وقد أثنى خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على المواقف الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون وتطوير مجالات العمل الخليجي المشترك وأسهاماتها الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله مأدبة غداء بمناسبة زيارة جلالته إلى المملكة الشقيقة